بسم الله الرحمن الرحيم نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعود مجددا من أجل مواصلة التعريف بمظلومة العادلة الملف الشرعي والمشروع لحوالي عشر الاف متقاعد تقاعدوا جميع الأفواج من 2003 لما تم 2011 الذين تم إقساؤهم من حقهم المشروع في الترقي بتنزيل المرسوم الجبان الجائر التفيقي التمييز من الانتياز المرسوم جوز 19504 وذلك تجسيدا للإقساء الذي تم في الاتفاق ديال 25 أبريل 2019 لهذه الفئة من المتقاعدين رغم شرعية قضيتهم وعدالتها قاموا بالإقساء وبالإقبار ديال حوالي عشر الاف أميتين متقاعد ومتقاعدة لا لشيء إلا لأن الملف تمت كولسته تم تحريف المعطيات وبالتالي فالوزير السابق أبزازي السعيد لم يكن يعرف الحقيقة كاملة وبنى يعني كون القناعة دياله وبنى وبنى يعني القرار دياله بتنزيل المرسوم لتنزل وتجسد في المرسوم ديالجوز 19504 بناء عن الاقتراحات التي جاءت بها النقابات كما جاء على لسانه عندما أوصلنا له المظلومية وقالها صراحة بأن جميع النقابات والمصالح الإدارية أخبروني بأن الملف بدأ من 2002 للأشهر الشديد لم يوضح له بأن الملف في 2012 وضع الأساس لجنة القابعين في السلم العاشر لجنة القابعين في السلم العاشر يعني بما يكان الملف اللي كان يسمى ضحايا الزنزان العاشر وكأن الزنزان العاشر أو السلم العاشر هو الذي وضع في طور الإنقراج الشيء الذي يعني ي ي يفنده أن النظام الأساسي ديال 2003 لم يضع السلم العاشر في طور الإنقراج بل بالعكس وضع السلم التاثع في طور الإنقراج وأن السلم العاشر فقط الآن جاء دوره من أجل وضعه في طور الإنقراج ابتداء من نظام الأساسي الجديد في النظام الأساسي الجديد ديال 2022 فكانت هناك يعني تحريف للوقائع تزييف بمعنى الكلمة بإعطاء حيتيات معطيات مغلوطة أما الفئة التي تقاعدت من 2003 إلى 2011 فهذه الفئة تم إقبارها طمس معالم الحقيقة ديالها إلى الأبد هذا شيء لش لرئيس الحكومة للناطق الرسمي آنذاك الخلفي لاوزير التربية الوطنية وقت ما سولوه سواء في قبة البرلمان سواء يعني عبر من تكون تعطوش شيء يعني يعني شيء ماذا نقول من ذي كون تعطوش يعني شيء تصريح عبر الصحافة الورقية أو المكتوبة إلى آخره فكانوا دائما يقول بأن الملف التي سموه مضحايا النظام قد تم ضي وهذا ما أثبتناه بالوطائق التبوتية وعندما التجعنا أيضا إلى المجلس التشريعي ومصلحة التي تمارس الرقابة البادية التي لا تقبل للطعن داخل قبة البرلمان أمام لجنة التعليم والتواصل والطقافة فعندما يعني تم رفع أسئلة كتابية وشفوية رسميا من لجنة التعليم في البرلمان لم يجد السيد الوزير آنا داك الوصي عن القطاع بد سوى من المجيء والإجابة عن يعني يعني الأسئلة الشفوية أو الكتابية التي قمنا بمعية البرلماني النزيه البرلماني الجاد صاحب الأيد اليد النظيفة فعلا وجميع الفريق دياله البرلماني الشرفاء النزهاء الأحرار والحرائر ترافع بعد من بعد ما يعني شرحنا له جميع المعطيات والحيتيات وأحطناهم بجميع يعني بجميع المعلومات المصاحبة وبالوطائق التوبوتية ومددناهم يعني بالمدكرات التي قمنا بإعدادها والبطاقة التقنية التي قمنا بإعدادها حتى أصبح السيد البرلماني الجليل الذي ترافع على الملف كأنه ملف يخصه ويعيشه والجميع نشكرهم من هذا المنبر المتواضع ودائما نرفعنا من القبة عالية لأنهم فعلا في وقت الشدة وقفوا إلى جانبنا وآمنوا بالمظلومة دينا عندما كنا نبسط لهم الحالات الجد الصعبة دياله أولئي الشيوخ الذين كانوا لبناء الأساسية لبناء المنظومة التعليمية لبناء المدرسة البقماخية المدرسة العمومية اللي كانت في الأوج للعطاء ديالها في استينات بداية استينات السبعينات ومنذ فجر الاستقلال اللي كانوا دعامة الأصلية والديسك دير ديال جميع الأحزاب والنقابات وضحهم معاهم دخلوا السجون تشرد الأسر ديالهم يعني كين اللي تشرد كين اللي يعني تنفى لمناطق نائية جدا المناطق السوداء اللي كانوا تيدروا تعسوا في إدارة إلى آخره وفناء الشباب ديالهم ومن يكبروا وجميع هذه الأمراض الآن التي يعانون منها يعني سواء أمراض مزمنة ومستعصية ما هي الأمراض مهنية وفي آخر المطاف يتنكرون جميع وأغلب يديالهم يديالهم كين اللي عندهم يعني يعني مرض حركي ما تيتحركش أصلا لشافهم الله وأغلب يديالهم كين عنده ثمانين سنة ثمانية وسبعين ربعة وسبعين ستة وسبعين إلى آخره ولا إله الله محمد رسول الله ويتقاهدون كين اللي بقاهد اثنين واربعين سنة يتقاهدوا بالسلام التاسع وحقه هو الأول خلصه يترقاه منذ الفين وثلاثة وكانوا كله اللي بحق ديال الفين وثلاثة كله عنده 42 سنة ومقاعد بالتاسع عنده 2700 الدرام واحد هادو اللي جاو للآن كما قلت بتجاو قالوا الوزير فهموا هذا كش اللي يبغوا حتى أنه من اهضرنا التاسع قال لك استغريب كينش واحدين باقين تيهضروا على السلم التاسع والسلم التاسع للجميع كان يعني تمسوا حتى هما تديروا التمرير تمرير هذو اللي ابنوا المظلومية والحرف المظلومية تمروا هذك الخطاب تغليطي حتى للمنخارطين داخل التنصيقية وكانوا تفهمهم بأن فعلا الملف تيخص فقط المتقاعدين النبي السلام العاشر وهذا الشي اللي تيروجوه للنقابات وانداك ولا مصالح إدارية إلى آخره ويحجبون الحقيقة لماذا يحجبون الحقيقة لأن تيهضروا هضروا على الحقوق تعرفوا أن الناس هذي الأساتذ المتقاعدين من 2003 عندهم حقوق لكن هم تنظروا إلى التكلفة المالية في حين أن من يجاو ودخلوا هذك هذك من ينزلوا المرسوم 16 500 وكان في بزاب دي التجاوز كل شو تجاوز كل خرق للقانون سافر للقانون شاك بن موسى ولا أخنوش تقول لك يعني لقوا فعلا توقعوه وقعوه مدى المراسيم كل شو اللي قطيع تعرف بأن المراسيم كان جائرة وكان ضحايا ديال المراسيم مخص يعني يتم الإنصاف ديال هؤلاء الأوائل والآن اللي هذروا على السلم السابع والتامين والتاسع حتى يحييد لأن هاد سلم التاسع وكان في 2013 ما يبقى سلم التاسع نهائيا بالنسبة للوزارة التربية الوطنية ما يبقى نهائيا تنشوف أنهم باقي يلا مضار بين شهر سبعة يبدأ يعني السلم السابع وغض يمر السلم التاسع يعني التامن والتاسع في يناير ألفين وتسعة ألفين واثنين وعشرين ومن بعد السلم العشر إلى آخر إذن هنا عامين ونص ونحن تننادو وتنغوت ولاش وتنناضل وتنوصل حتى الصوت دينا والمظلومية دي الجميع الناس اللي كانوا متعسفين عليهم الوقت اللي كان السلم التاسع اللي هو الأصل للمظلومية هذو اللي جيين ومتي تسالوش أصلا واللي مترقين ثلاثة المرات وربعات المرات وصارقين ترقية التاسع ومرقية ربعات المرات ولا تلاتة ويسرق الواحد يلا ديز مرة يلا مرقية مرة واحدة يسرق لها الترقية ديال بالأقدمية الآن عنده ستة سنين في التاسع يسرق الترقية ديال اللي عنده غاة التاسع عنده فيه خمسة عشر سنة خمسة عشر سنة في التاسع يتقسر ويجي واحد اعطوه ثاني سنوات اعتبارية ويقعو تانيد وزور السلم الحاضي عاش وكانوا من بعد مين يداروش مش هاو دارو اللي متنسقيات وحتادو اللي قاعد ترقى اللحظة عاش وطقاعد بعد 2017 وراد دين وقال لك بعض يدروا للي حل وميور وخلسين باغن يدروا لهم حل وعشر الوثمائة اللي الشقة باليقين بان اول مرة هو اللي تقول لنا يصرح ويقر هادشي يعني تنحسبوه ليه داك اللي جزي بخير صيد امزاز السعي كانت لي اشتجاعة فعلا وقال بان راكني من الفين وثلاثة متقاعدين من الفين وثلاثة ولما لا الفين وزوج الفين واحد الفين الى اخير في حين ان هادو اللي كانوا كتاب عام واتصنا بهم وقلسنا مع وتنهضروا مع ومتي يديروا السام الواحد اخير احنا ميقدروا شي يديروا علينا وضرنا فيهم صح تولوا سدين التليفون اخدرت ماتا ايو في التروي تيقول لا واحنا ما نقدروا نهبط الالفين وثلاثة وامام الجمع تيقول لك واحنا ما قبل منعق نبي قلنا لهم لش تتخضروا علي واحد وثلاثة وثلاثة واثن اطناعش قال لك لا لك يعزز لك يعزز بغيت تدوز عليهم الدكاتة ما تقول لاش لي نحنا قلت لي قول لي 2003 كين او لا مكين او قال لي لا وخ عندهم الحق كين السيو المالية قلت لي ولي تتتذر بالليسان قلت لي ذكر كين الناس دي اللي تتضبر الميزانية واللي وزير المالية يقول المسؤول على الماكرو ترام مسؤول على الحقوق حقوق يخص تجيب الحقوق دي الناس مش تقول لي الا الاعتمادات المالية خضوة طالب الى آخر لا نقول شيء اخر اذا من جاو 2012 قال لك الميلف تحط من 2012 ولكن خبر ما قالوش لي بان هذك الميلف تحط على اسات لجنة القابعين في سولة من عاشر الميلف اللي كانت يتسمى رح هي الزنزانة على عاشر وكان يجو بعد الخطرات واش تقول لي وفكت التوم ما قبل 2012 وما يكون مكتوش هذي تغييب للحقيقة وتزوير الحقيقة لان 2006 وعيطوا علينا ودارونا اللوائح وخرجوا اللوائح في 2007 وغبروهم وحيدوهم ودمزوا تاني اعطوهم الاعتماد المالي ديانا الاجهزة لان النقابة مني تكون بحكومة بحال الان جميع الناس لقد يكون نيت درك ردرت واحد توأمة كانت توأمة تقول اثنين درك ولا التوأمة تلاتية تلاتية الأبعاد اللي هي ديال الحكومة الباترونة ويعني الاتحادات العملية الموقعة على الاتفاق ديال 30 ينير درابينا الزوج تاني هدروا عليك بحث 30 يعني أبريل 2022 هذا درك الآن طبعا درك اللي يقول في الاتحادات وهما درك اخد واحد يهدن سراو السين المجتمعي هدس المجتمعي يمتد بحال أرهن وارهن ومعطاهم الرهن ديال 30 في المية 30 في المية رأى شوف هدف 30 في المية أرى الرهن بحال ركز تلصدار ورهن ديال الرهن تا ما عندك واحد العامين من 2022 إلى 2024 إذن ما يبقى شي يبقى يهدر 22 خديدة الرهن تاني وياك فضينا المراصيم خارجة من 2018 ما يقدر شي وقع ما يوقع عش أنه في 2016 دار في اتفاق 25 أبريل أي ميل في مكان سوف مبقاش يكون حتى 2022 قلت لكم النجاح في هذا الوقت لأن من 25 أبريل من دار ذاك الاتفاق هذا الشي اللي خرجوا بي ديال المخرجات لطافق و قد يكون زيادات إلى آخر قسم 2019 2020 2021 إذا ما كانت تعاجل 2022 بعد انتخابة باش يضمنوا السلم شراء والسلم ديال انتخابة باش يخدموا على راحتهم إذا ما كانش غايز ني هذك شي باش ستات المين فات كانوا جاهزين المناصيم جاهزة هذك شي باش مين يجاو دغيا قال لهم ما دو عشر أيام قل من شهر خارج المراصيم ديال موج دين اصلا كان خاص مات خربيش في الامن العام اصلا خاص مات خربيش فضينا لهذا اذا نفس شي الان اذا من يدرك كما قلت غايز يخلق يعني لجيان ديال فرد النزاعات مركزيا جهويا اقليميا محليا الى آخر إذا غايز نقابة اللي كينين دا تقول لت اخذ الامتيازات تحت الدارعة فض النزاع وهنا تبني الجدية المصداقية لدى النقاب تتبقى هي جدية ولكن هذا كنا مسألة لا تناقش اي نقابة كما بغد تكون اي حزب كما بغد يكون تنوصل لا لابد الناس لوصلوا لاخدموا معه القواعين متعاطفين الى ما تنتقلقوش منها اللي تنتقلقوه من ان الانسان خصوه يحاول بعد الاقل يكون منصف مع الجامعة حال هادو من يجاو زوار الملف وحرفوه وردوه ضحايا النظامين وقالوا انتم ما مكتوش حنا كنا ولكن من يجا اه 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 يعني بن كيران وقف الامل ديال ترقيب اطر رجع يقول ما بقعتش عنديش اطر رجع اللي تقعد يمشي في حالاته تمثلا حيدو اللوائح ديالنا ديال 716 اللي كنتنقول لنا دائما وحيدو اللوائح ديال اللي تقعدوا بالمادة 12 اللي كانوا ضحايا المادة 12 اللي تقعدوا من 2003 2004 2005 الى غاية 2007 خرجوا اللوائح هاد الديال اللي كانوا صدرت هاد اللوائح وخرجت ديال ترقيق من السلن 9 السلم العاشر استثنائيا بالمادة 112 طرقية استثنائية وخرجت في 2007 خرجوها في حين انه انه المفروض انه السلم 9 الدار في طورة الانقيراد وطعطت استثناء باش يدوزو فقط ب 15 من الس سنوات بدلا من 10 سنوات الشرط النظامي اللي غادي يديرو له المأساس ديال وغادي تبتو امتدال 2005 من غادي يديرو المرسوم ديال جوج صيف الربعة 403 وعطوه نحن الاستثناء على اساس من 2003 نترقاو خلال 4 سنوات باش من 2007 يكون مفعول مادي تقاعدنا ودارو فيك الكوطة وتقاعد بالتاسع ثلاثة سنين والمراس ثلاثة سنين اللواحة تخرج صادرة من الاجهة الترقية ديالنا وتبقوا فينا الكوطة من تقاعد وتقاعد بالتاسع وتخرج اللواحة في 2007 لان كان المفروض في 2007 خاص يكون التمديد ديال المادة من 2007 إلى 31 2013 2013 كما قلت من الاول على اساس ان في 2013 لفان 2013 كون كل شداز للعشر سواء اللي كان باقي مزاوين يكون كل شداز للعشر سواء اللي تقاعد يكون كل شد قاعد في العشر أي واحد كان يتقاعد في العشر ويستفظ من المادة 12 جاوة 2007 يعني البياج ديال اللي تدير القوية اللي ديال اللي تدير وقفوا العمل ب ما داروا تمديد لأنه غير يدير تمديد من 2003 إلى 2007 خلصهم يحيدهم كل شي خلصهم يحيدهم وما في نييتهم شدك ساعة باش يرقوا هادو فلوس ديال الاعتماد المالي ديال هادو خلصهم يدو زو بيما ديك ساعة كتوب يوم صحاب الإجازة وهادو خارجين رعبت هاد شي كول ش من الفات من 2007 كانوا خارجين باش وما جاء ورا كاللي مستافد من كتر من ميلف كتر من ميلف كتر من مرة ومستافد يدير هاد الميلف ويستافد ويدير ميلف خر وستافد ويدير تولوا التفريخ ديال الميلف التنسيقية إلى آه دان ما داروش تمديد وقفوا تمديد ودار ورجعوا ثاني العشر سنونا وخلواتات من ساتف 2011 لعود ثاني دارو التمديد ومين يجاوب غوي دارو المراجع دارو فقط لتقاعد من 2007 إلى 2010 دارو المراجع وكل شلم متقاعدين دوزو ميدون الكوط في حين أنا لتقاعد من 2003 2005 إلى غاية 2007 ما داروش لهم المراجع ما داروش الوضعية لهم إدارية وطبقوا فيهم الكوطة وتقاعدوا وتقاعدوا بالسلم من يش السيد الوزير وعرفت الحقيق ما فين قال لي هذا الملف ملف مخاري أما 2012 وما بعد فقد طوي داك الميل لأنه عرف بأن داك الميل فيخير تم تحريفه من يحيد وحنا يحيدون كمتقاعدين قال لي غاية المزاوين هما اللي عندهم الحق من 2012 على أساس أن تقول أي متقاعد أي فوج دي المتقاعدين تتخلصوا من وشدوا غير من 2012 شدوا المزاوين احنا حيدونا على أساس أن متقاعدين مش مكناش وشدوا المزاوين من 2012 ومين يشدوا الميل في هذه الساعة شدوا على أساس الزنزانة العاشرة دا حاي الزنزانة العاشرة في حين أن الزنزانة العاشرة أنا تذكي اللي يلا ديز في 2010 2011 وعشر عنده آم وعامين هما اللي باقي اندرك تيغوتوا وباقي انت يهموا وتيخرجوا وتيقل تفهموهم في التنسيق يقول السلم التاسع ولت بحل بحل المعيارة ديك السلم التاسع عنده من ديك الساعة ساعة كتنعطيهم على شيء ده تتقبط لي من الورقة لأن الحق يعلو ولا يعلو ما شيد أي واحد كتو تتحقر على البنادي المسكين ما تعرفش وتحشم إلى آخر ديك الشي باش لقيت ويناس كبار وتحشموها العارض أما أنا وخرجت من التعليم بكري ومشيت احنا مشي دي سي كتور أخرى اللي تيمشي معي تيمشي معها لي يحتارمني يحتارمني لي ما يحتارمني ما نعقلش علي كل اللي بغي يكون نهائيا ونحرط معهم العقبة وحرط معهم العقبة عامين ونص أن الحق يعلو ولا يعلو عليه اللي بغي تدخل على حقك ما توقفش نهائيا كما تنديرو سانتين عمرني ما غيرت نهائيا ونباقي مستمرون نوضح يمات ديان ومعنوين إلى آخرة ومقاتلين عامين ونص عنا مقاتلين 30 ألف هدي ديان تنحط هاي شهريا هاي الميلة فقط سانتين ونص وضرب 1500 درب وشكون هاي عنده القلب وعندك القلب والتوقيت ديان اللي باند كاتر تصير باند كاتر هاي الميلة لمدة سنتين هو اللي يشغلوا بها وهذا فخرون لأننا نخدم الناس أصحاب المعاشات الهزيلة أصحاب المعاشات الهشة اللي تيداعوا معنا يوميا تيتصلوا بنا يوميا الحمد لله هذا هو اللي تفرحني تيحفزني وتيزيدني نزيد القدار وما نتوقفش نهائيا مهما كله عارف لكم كيفش نتعامل مع الجميع ليه هم منيف ليه همش عارفين ايش تندير هاد اصحاب الناس اللي ما عندهمش العشادية اللي كينين مساكن كل اللي بقى هالزوليد وزوجين وهالزوم يلا تيشد 2700 درع ليه فارماسي تيقول لي يتيتتعاطفوا معا وتتعاونوا معا وكل اللي كاريين بقين كاريين تيشد 2700 درع والآن غادي يديروا الإصلاح دي الصنادق تقاعد أنا قد نحضر العدابة غادي نحضر عليها وتشوف هات القوالب للدار وده غادي نقول لكم هات القوالب للدار وفهات الاتفاق حتى أنا رمتيهم منيش عندي إخوان دركاء الإخوان عندي في جميع النقابات وجميع الأحزاب وتنحتاربوهم وخاءنا قاعدت مدرع لسي بنكيران لأن تنقول الأخطاء اللي دير ولكن راه هادوك الناس هادوك الناس اللي وقفوا معنا من العدل تنمي يلا يعمر عضا ومشينا عندهم تنوجده وبقي الآن خوص من معا سلمعه رغم أنني وخاتة تنتقد تنتقد الشخص دي السيد بنكيران تنتقد الأخطاء المميتة اللي دارها اللي خلوا ناس في النقابة دي من أفضل خيارة الناس تعاملت معهم أنا أكثر من سنتين عن قرب في فيروز في محمد الخاميس ولا في الليمون ولا هنا في آسفي ولا للأساس المهيلي لسي العادي لسي الإخوان اللي جزي أم بخير في ذاك ببغيش ندكره الأسماء بزاف هات كلمة بغيش ندكر اسم ديالو اللي عمر هادار ولكن كانت هناك أخطاء المميثة دفعه التامان ولكن ناس وقفوا معنا وقت شدة في علي وقينين أحزاب أخرى تا يلي كينا اللي قاعدة من الموقعين إلى خيره ولكن الناس من الله عمر هادار تاهم كيني الناس في المس تاوه كتاب عامون كينности كتاب عامون اللي فيقارع الحجة بالحجة فعلا ومن الموقعين تاهم من هاد الموقعين اللي جزيهم بخير تاهم وقفوا معنا كل الكتاب العامون ديال أغلبية ديال كتاب العامون ديال نقابة كلôn التعليمية كلهم واقوا معنا. وخاها غير بالكلمة طيبة. وخاها بكلمة طيبة ابعتها سندك. وتتلقى الخوتك تيقول لهما هو مفاهم تتزفتك وتلقى لابس دياله سليب دياله لقاه لابسه بالمقلوب وتيجيب ديالك اشياء لا يعرفوا منها شيء. تيضا حكوا على التاسع. وهو يلا عنده عامي سرق طرقية ومرقية ربعت المرات وصرق طرقية وعطوه سنة وتعتبارية ومكمل. وباقي قال لك اجي 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 اشي اعطي اعطيك. انا غدن اضر لكم تعليل سنة وتعتبارية. شكل يخصوش تعطاها سنة وتعتبارية. شكل مخصوش تعطاها سنة وتعتبارية. خصوش تعيين مباشرة الى اخره. ما لكن حق الرجال دائما ادنى لجديد. انا اضر ديبا. قسمكم بعد. داكوا دائما الاخوان والاخوات لا 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 سياسيين ولا ناقابيين. دائما عارفوا رانتوما في القلب. خصو الناس اللي في تصلوا بناه واللي عندنا معهم علاقة طيبة. رامني تنتقد لا انتقدوا الاشخاص. ولكن تنقول وجهة نظاري فقط في بعض الاشياء اللي تنشوفها. بكل صدق. بكل نبل. بدون تمييز. متل ما يشي انا بين النعقابات. عندي نفس المسافات. وكنت نقولها دائما لذوق الازلام. لكانوا معنا. خاص نحنا نحافظ على نفس المسافة مع جميع الاحزاب وجميع النعقابات. باش تكون هناك واحد الشفافية. ونكمله من بعد. يا الله.